موقع VIB SDK أفضل موقع بخصومات جامدة على Windows 10 و Windows 11 ومنتجات Office وغير من الألعاب عندكم كود خصم SK دحم بينزلك كواند مبلغ على كل منتجات المتجر تطروا للدفع واضح وبعد ما تشترك كود بتلقاه في بروفايلك بتأخذه وبتروح لأبدأ وتكتب Activision راح يطلع لك هذا الخنة وتحط فيها الكود مبروك عليك التفعيل برضو Windows 11 عندهم في حال انك تبغاه على طول ومنتجات Office بجميع أشكال أو ألعاب مشاهدكم الرابط تحت في الوصف يعطيكم العافية السلام عليكم كيف الحال حرب الستب حلقة 147 صوت شوية متغير مع البرد لكن خلونا ندخل على الطول على أول مشارك من الأخ نادر نشيد من مصر حياك الله على رأس إهل مصر وهذا ستب الأخ نادر نشيد ما شاء الله تبارك الله يعني جاي ستب بي سي مع دراكسون يعني يلعب علي لعب سياراتك وثلاثة شاشات عشان تخلص على الموضوع هذا والغرفة يعني محشورة وحلوة في نفس الوقت يعني لو تلاحظوا أشياء مرة كثير فوق الشاشات ومن يعرف هذه شاشات ثانية فوق أتوقع أنه ستة شاشات عندنا هنا يا جماعة أول مرة أشوف ستب زي كذا ترى يعني ستب غريب أنا ألاحظ أنها ستة شاشات ترى حسب فوق في ثلاثة لوح بسطلع أنه فوق في ثلاثة شاشات ثانية وفي حفلة أشياء يعني لو تلاحظوا يعني وسط الشاشات بينها كذا في الفراغات حاشي أكبر قدر من الإمكان من الإنارات على نانو ليف على يد سوني فايف على ما أعرف أيباد ممكن فقرات معينة إضاءة فضائي فوق أشياء كثير وإضاءة فليبس جوجل هوم ميني على كوستوم نيون ساينز كاتب لكل شيء تحت في الوصف يعني بتلقوا سمارت كلها يتحكم بها بالنظام الصوتي يعني ونانو ليف ميني ونانو ليف شيف هذا جوال ما هو آيباد بس حطوا مع برنامج الابلكيشن للبي سيستاتوس يعني يطلع تفاصيل البي سيو كذا خلونا نرجع للشاشات هذا موضوع يضحك يعني ثلاثة شاشات رئيسية اللي هي تحت MSI Optics G27 165 هرتز كلها Full HD والثلاثة اللي فوق HP Elite 60 هرتز Full HD يعني استفاد منها فوق بدل ما يرميها ما أعرف إيش الفايدة من فكرتها لكن ممكن بس ولبيبر ويعني تعطي إضاءات للسيو فكرة عجيبة غريبة يعني Logitech G502 Hero الماوس Red Dragon الكيبورد فيه ميني كيبورد برضو Logitech G560 سبيكر و Logitech G29 الويل اللي هي الدراكسون هذي البيسي عندكم RTX 3080 الكرت ما شاء الله على رايزين 7 5800 إكس المعالج و 32 جيكا بايت رام ولا أمور طيبة ما شاء الله يعني كمواصفات ستب عجيب حتى أتوقع فوق في السكف غيوم بس مواضح في الصور ومكيف سبلت وروقان يعني يطيك العافية صراحة أول مرة في مشاركات حرب ستب من يوم ما سوينا ستة شاشات شي غريب ترى لكن انت شكل استفت منها فوق انك تحط عليها التصاميم بس ما تستعملها اللي تحت هي الرئيسية اللي تلعب عليه ففكرة مميزة يعني صراحة يطيك العافية نروح للستب اللي بعدك من فلسطين العمر 24 الأخ حمزة حياك الله يا حبيبي وعلى راس أهل فلسطين والله يعينكم ونصركم إن شاء الله ويكاتب لي أتابعك من 2014 شاركت حرب ستب 53 على راسي يا حبيبنا ونخلي نشوف ستب حقك القديم هذا ستب القديم شوف كيف الوضع كان يعني وضع عادي روقان خفيف ستب شاشة واحدة وهذا الستب الجديد ما شاء الله تبارك الله يعني فيه اختلافات لو تلاحظوا شاشتين البي سي تطور إناراته اكس مثل الثلاث دائرة فوق صارت غيتار في الزاوية سوني فايف موجود هذه إضافة حلوة يلعب بي سي وكونسل شاشة ضخمة فوق اللي هي اللي يلعب عليه الكونسل صور بوسترات لعب حول الستب الشاشة الأولى أزوز 27 بوصة 165 هرت ثانية دل 60 هرت والثالثة اللي فوق تي سيل 144 هرت ما شاء الله و 65 بوصة فالأمور طيبة من ناحية الشاشات لديكم كيبورد ريزر ماوس لوجتيك جي برو هدست لوجتيك ومواصفات البي سي AMD رازن 5800 اكس المعالج ممتاز على ارت ايكس 3080 الكرت جيجا وايت ورامات 32 جيجا وايت جي سكل ماستر 360 تبريد ماي 1000 واط باورس بلاي كلها في الكيس كولر ماستر اتش 500 بي كيس القديم هذا في ذكريات جميل بس عملي ورهيب ممتاز صراحة لا تغيره مع سوني 5 على جنب يعني سيتب ماشاء الله تبارك الله حلو مواصفات شاشات كله اموره طيبة سيتب بي سي كونسل بس ينقصك يمكن اشياء جمالية كده تضبطها اكثر في زاوية البي سي غير كده خلي الطاولة جميلة كل شيء تمام ما شاء الله يطيك العافية نروح للسيتب اللي بعدك من الاخ عزو من المدينة المنورة ويقول هذا اول سيتب باقي اشياء كثير ويدي اعدلها وهذا سيتب الاخ عزو ما شاء الله يعني مبروك سيتب اول سيتب يعني تسوي سوني 5 على اليسار و بي سي على اليمين وروقان بي سي كونسل في نفس الوقت رأي احراسه انارة بسيطة فوق الشاشة و انارة صفرة فوق الشاشة برضو شاشتين كلها من جيجا بايت مية وخمسة نيرد 2K IPS بس واحدة منهم في الاتش دي والثاني 2K موس جي 502K ميكانيكي ما اعرف اسمه استروي 5 سماعات و عندكم بلاستيشن 5 موصفات البي سي اللي في الكاس انزي ديكس تي اتش ناين الجميل اي فايف 13600KF على كرت ارت ايكس 3070 والرامات مو كاتب لكن التبريد المائي الكراكن انزي ديكس تي 360 ملي اساس دي 790 ولا غلطة الماثر كل الامور طيبة ما شاء الله من ناحة موصفات لا تغير شيء انت كتب لانه ممكن تغير الكرت براحة تلعبتوك والعاب قوية ممكن تأخذ 4070 سوبر الجديد حلو هذا سيتب القديم او المنطقة اللي قبلي على كلامه كانت مبعثرة وشاشة وشوفوا كيف الوضع واتوقع على قصده الكونسل سوني فايف كان وقت او سوني فور ممكن فذي حين لما نقل البي سي مع سوني فايف نقلة نوعية مرة واحدة مبروك يا حبيبنا البي سي تتهنفين ان شاء الله يطيك العافة نذهب للسيتب اللي بعدك من الاخ وينتر 76 وهذا سيتب الاخ وينتر ماشاء الله حلو يعني جاي إضاءات فوق على شاشة واحدة وباركه خشب مع طاولة خفيفة ويد سوني فايف والهونر باد اللي هو في النص هذا بيعطي شورت كت كذا حلوة ثمانية اضافة جميل للسيتب ووردر الدراغون وماوس هاي بريكس شاشة توكيا سابع وعشرين من بينكيو وموصفات اللابتوب اللي سارة 7 عشرة لكن مواصفات البي سير الرئيسي اللي على اليمين هاي فاف 12600K على كرت ارت ايكس 3070 رامات 32 جيجابايت كورسير من جزد جميلة والأمور طيبة بكل ماء ويمكنك 7 مراوح ار جي بي واكواريوس وهي الكيس في كورس هذا الستاب والأمور طيبة ومشأ الله محلوة يوجد منطقة السرير والثلاج على اليسار وراقان يوجد سرير ضخم والديكورة العلوية جميل هناك إنارة لد وكاتب لديها فوق وقد أعطت جوه أيضاً صرت أروايت ومنطقة جلوسة جميلة للقهوة ودولاب ووغان غرفة جميلة واسعة فأستطيع فعلها ويطورها إلى آخر أعطيك العافية يا حبيبنا ستب جميل الله يوفقك إن شاء الله نذهب للستب والأخ علي علي من فلسطين حياكم الله يا حبيبنا أهل فلسطين وهذا ستب علي وهو ستب بين بي سيين فأستمتعوا مع بعض في نفس الغرفة كاتب لي على الطول الماوس جي 512x على كيبورد دراجون بسمه لوجي تيك ودس بلاي أزوس 24 بوصة التي هي الشاشة ولكن هذا من يعرف أولاً لأنه ليس محدد يمكن أن يكتب مواصفات بي سي الثانية لكن عموماً هو مواصفات بي سي واحد مواصفات بي سي واحد معالج اي فاي في 8500 على كرت زوتاك 3060 تي اي 32 جيجا بايت رام كيس كورتير 4000 دي فهذا الستب الذي يصوره حالياً أما الثاني البعيد لا نعرف مواصفاته 360 تبريد دمائي من أنتك شركة غريبة تصميمها مختلفة وهاردسكات ومددتو كاتبلي كثير فستعملها لتوقع كاتبلي على أمور كذلك لكي أرى منطقة هذه فيها هاردسكات يفصل فهذه القطعة تفيد في هذه الشغلة وهذا هو بشكل عام سيتاب والغرفة والمعلومات التي كاتبها لا يوجد أشياء كثير فأعطيك العافية يا حبيب سيتاب جميل وهذا كان مشهر كاساً في هذه الحلقة أعطيكم العافية لا تنسوا قبل أن نختم شيكو متجري دا حماس تجدوا تحت في الوصف على أمور البي سي إذا لديك مشكلة في البي سي بشكل عام صيانة عن طريق نضبط لك فأشوف شيكو على المتجر ستجدون خدمة أيضاً نضبط لهم المحاكية على البي سي مع إعدادات كثير طرفية ولا خبطة وستين فريم هناك قروشة في الموضوع لكي يضبط فسواء تكون محاكية أو تصلح بي سي كصيانة في المتجر تجدوا تحت في الوصف أعطيكم العافية شكراً لكم سلام عليكم